يا جماعة الناس يعني مش بلاقي حاجة يعني مش لقي حاجة يعملوها تمام والواتس في الدين الجزيري ميشي وبرهيما نضاي ميشي والدنيا خربت ومش عارف ايه وكلام من ده الا لقينا حنافية فلوس ضربت في الزمالك تخيلوا فاربعة وعشرين ساعة بس بنتكلم في تلاث صفقات اجنابية ومقدم امور وحكاية ورواية ناس كلها عمالة تكتب فلوس الزمالك منين لدرجة ان صديقنا الغالي المزيع في قناة النادي الاهلي الاستاذ محمد فارس تمام كتب قالك تمام يعني فلوس الزمالك جات منين اللي هو بتاع العرب القطري اللي هو ارون بوبونزي ده الوادي اللي عمل زي الفاهدي ده الاسمه ارون بوبونز بتاع العرب القطري والشباب السعودية والمنتخب الجابوني ازاي هم يعني هم لقهم اصار ولا يعرف عارفين طبعا هو كاتب يعني التغريدة دي على طريقة ايه ارجع يا محمد ابوك لقى اصار في البلد ارجع يا محمد ابوك لقى اصار في البلد يعني حاجات بالشكل ده في الرسائل اللي كانت منتشلة في المراحل الاخيرة على تليفوناتنا ويقول لك ارجع يا محمد ابوك لقى اصار يبقى محمد ده قاعد في المكسيك يبقى قاعد هنا يبقى قاعد هنا قاعد في اي حتة يقول له ارجع يا محمد ابوك لقى اصار يا محمد فهنا متعرفش مرة واحدة حنفية فلوس ضربت في الزمالك كأنك بتتكلم على صندوق طحية مصر صندوق طحية مصر وقع في نادي الزمالك حنفية فلوس في خلال 24 ساعة انت بتتكلم في 3 صفقات الناس مستغربة ماشي الناس مستغربة تمام ان اللي حصل في نادي الزمالك ده في خلال 24 ساعة حاجات لا تخطر على بال احد يعني صفقات الزمالك حاجات لا تخطر على بال احد انت بتتكلم في 24 ساعة تقدر ان انت تتعاقد مع 3 صفقات عملاقة بمعنى كلمة عملاقة فصفقات نادي الزمالك يا جماعة عليها كلام كتير وعليها لغة كتير ففلوس الزمالك جات منين جات منين تعالوا مع بعض نكشف لكم بالارقام بالارقام تمام وعايز اقول لكم حاجة واحدة ان ارون اللي لول بوبينزي ده مهاجم الزمالك الجديد حرفيا مهاجم نفاس يا جماعة مهاجم جامد جدا مهاجم يعني يعني هجام هقول لكم دلوقتي بالارقام التفاصيل المهاجم الجابوني ارون بوبينزا مهاجم الزمالك الجديد نادي الزمالك نجحهم في اتفاق او في اتمام الاتفاق مع المهاجم الجابوني ارون بوبينز لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من اجل تدعيم مركز الهجوم خاصة وان اللاعب يجود اللعب في مراكز المهاجم الصريح والجناح الايمن والايصر وابدى البرتغال جزيجو ميز المدير الفني للزمالك موافقته على التعاقد مع بوبينز صاحب الـ 28 عام ليتم التواصل لاتفاق مع اللاعب على ان يصل خلال الايام المقبلة الى القاهرة لاتمام التعاقد بشكل رسمي وهقول لكم مفاجأة في اخر الحلقة ارون بوبينز بدأ مشواره في نادي مونانا الجابوني ثم انتقل الى بوردو ثم اجاسكو وطور في فرنسا ثم انتقل الى فرنسي البرتغالي وهطاي سبورت التركي كما اخذ اللاعب التجربيتين فيه مع العرب القطري والشباب السعودي ثم انتقل الى سنسينانت الامريكي قبل فسخ تعاقده نادي الزمالك اتم الاتفاق مع بوبينز على ضمه لمدة ثلاث سنوات مقبلة في صفقة انتقال حر على انتقاد اللاعب راتب ستمائة الف دولار في الموسم بجانب بعض الامتيازات المادية ونرصد في الاسطر التالية ارقام اللاعب الجابوني خلال مسيرته لعب بوبينز مع منتخب الجابون خمسة وتلاتين مباراة سجل خلالها تمن اهداف ولعب مع الاندية التي شارك معها طوال مسيرته مية سبعة وتمانين مباراة سجل ستة وسبعين هدف وصنع تمنتاشر هدف ففي الموسم الاخير لعب مع نادي سنسنانت الامريكي سبعة تشر مباراة سجل تلات هدف وصنع هدف وحيد ده بالنسبة لارقام سيسنت تمام عايز اتكلم معاكم كمان على صفقة الزمالك الجديدة تمام اللي هو عمر فرج عمر فرج عمر فرج طيب نادي الزمالك طبعا في تصريحات خاصة لجريدة الوطن سبورت قال ان الفارس الابيض بات قريبا من التعاقد مع المهاجم الفلسطيني عمر فرج وهتكلم معاكو على الجزئيات دي اوي لاعب فريق ايك السويدي لمدة موسم على سبيل الاعارة مع احقية الشراء قال كمان ان تم ارسال العقود لللاعب خلال الساعات القليلة الماضية ليوقع عليه على ان ينتظم في تدريبات الفريق بعد معسكر المنتخب الفلسطيني الحالي لخوض مبارتي كوريا الجنوبية والاردن في تصفيات المؤهلة لكأس العالم جوميز يرحب بالتعاقد مع عمر فرج قال البرتغالي جوميز المدير الفني للفريق رحب بالتعاقد مع عمر فرج صاحب الاثنين وعشرين عام خاصة انه سيقيت كلاعب مصري لافتل الى ان مسؤول القلعة البيضاء يضعون الرطوشة الاخيرة لحسم الصفقة بعد الاتفاق مع نادي ايك السويدي على التفاصيل المالية بالكامل يذكر ان عمر فرج كان هدفا للنادي الاثنين في فترة خلال الصف الجاري لكن توقفت المفاوضات مع نادي دون الكشف عن الاسبع تعالوا بقى نتكلم كده بعقلانية لان بصراحة مجلس ادارة نادي الزمالك لا يقدم اي جديد لا يقدم اي جديد وعندنا مفاجأة بخصوص محمد علي بن رمضان في نهاية الحلقة مجلس ادارة نادي الزمالك شاف النادي الاهل تعاقد مع يحيي عطية الله المغربي راحوا جاب باكليفت مغربي شافوا الاهل جاب مهاجم فلسطيني وراحوا لمهاجم فلسطيني الاهل كان بيتفاض معه لو عمر فرج شافوا الاهل جاب مش عارف ايه يعني نادي الزمالك بيقلد النادي الاهل في كل حاجة يعني نادي ما بيعملش حاجة كده من نفسه الاهل جابه سامة ابو علي قالك لا نجيب احنا عمر فرج اللهم ما كانوا عيجبوه الاهل جاب يحيي عطية الله قالك نجيب احنا باكليفت اللي هو مش عارف اسمه اللي اسمه غريب شوية ده فنادي الزمالك ما بيعملش اي حاجة يا جماعة غير يعني بيغش من نادي الاهل زمالك يعني بالمفتاش بيغش انا جبت من هنا هجيب زيك خدت ده هاخد زيك اشتريت ده هشتري زيك من نفس المكان من نفس الملد من نفس العقلية وسبحان الله الزمالك بيروح للعيبة الاهل كان بفوت عايز اقول لكم حاجة على ايريك بوبينز ده والله العظيم تلاتة اللعب مضى في الراين القطري او مش عارف في نادي اسمه نادي الريان بوبينز مضى في الراين والموضوع خلص عايز اوصل حاجة بس الجماعير نادي الزمالك ما تومشوش يا جماعة وراء الكلام بوبينز مضى في الريان خلصت خلصت عشان بس تبقوا في الصورة عمر فرج لحد الان رافض تماما الانضمام لنادي الزمالك لخين يعني شوف مفاوضات النادي الاهل عتسفر على ايه طيب نروحوا بقى للموضوع اللي شغل كل السوشال ميديا وهو محمد علي بن رمضان محمد علي بن رمضان طيب محمد علي بن رمضان يا جماعة عايز اقول لكم مفاجأة 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 يعني كبيرة جدا طيب مدرب فرانك روزي يقلب الموازين للاهلي بسبب بن رمضان كواليس موسيقى يعني فرصة اخيرة في مفاوضات النادي الاهلي مع محمد علي بن رمضان النادي الاهلي حاليا بيجر مفاوضات اخيرة مع فريق فرانتشفور فروشيد الماجري ده للحصول على خدمات لعبهم التونسي الدولي محمد علي بن رمضان النادي الاهلي يجرى محاولات اخيرة مع النادي الماجري من اجل التوصل لاتفاق نهائي بشأن قلية تزديد قيمة الصفقة اذا يرغب الاخير في الحصول على قيمة الصفقة كاشر بينما يرود الاحمر التقسيط على مدار الموسم المقبل مدار الموسم المقبل فترة الانتقالات الصيفية في الدوري الماجري بتنتهي يوم الثلاثة وفي حالة عدم وصول النادي الاهلي لاتفاق نهائي مع النادي الماجري فان صفقة محمد علي بن رمضان سيتم تجميتها بشكل نهائي خاصة في ظل تمسك نادي فرانك روشي بخدمات لعبهم الذي تقلق بشكل كبير في بداية الموسم شاهدة الايام القليلة الماضية نجاح مسؤول النادي الاهلي في ضم نادي الاسماعيلي عمر الساعي وعايز اقول لكم مفاجأة والله 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 محمد علي بن رمضان موقع كل شيء وسيتم تواجد محمد علي بن رمضان في القاهرة يوم حداشر يوم حداشر تسعة خليكوا فاكرين يا جماعة الحلقة دي وخليكوا فاكرين التاريخ ده يوم حداشر تسعة محمد علي بن رمضان موجود في القاهرة للتوقيع على العقود للنادي الاهلي والتسجيل في القيمة الافريقية والمحلية قبل اغلاق القيد نقطة ومن اول السطر شكرا ان انت استكملت معايا الحلقة للنهاية استأذنك فضلا وليس امرا ادعمنا باللايك للفيديو وبالاشتراك الحلو في القناة علشان يوصلك كل اخبار النادي الاهلي اول باول بشكرك يا صديقي انك استكملت معايا الحلقة للنهاية اشوفك على خير مع السلامة